بسم الله والحمد لله. والسلام ورحمة الله. في فيديو انهاردة ان شاء الله تعرف على اسهل طريقة نقدر من خلالها نحن نجحن حسابنا على نحن نأكلنا في فيديو سابق عن تعرفنا على طريقة التسجيل والستخدام تعرفنا على طرق الشحن والسحب والتحويل من لكن كانت في كثير من الناس عندهم مشكلة في طريقة شحن عشان كده ان شاء الله هشرح اسهل طريقة نقدر نحن نعتمد عليها تحويل من خلال البيتكوين هنشتري البيتكوين بعد كننحول البيتكوين ده الى حسابنا على وهنتعرف على طريقتين مختلفتين نقدر ان احنا نعتمد عليهم لشراء البيتكوين وهنتعرف على الفرق بين الطريقتين وامتى تستخدم كل طريقة هندقل في الشرح وشاطن هنسجل الدخول الى حسابنا على زي ما احنا شايفين ان الحساب بتاعنا مفيش في رصيد. اه حاجة مهمة جدا احنا دلوقتي عندنا الحسابات الافتراضية حساب اللي هو التهب وحساب بالدولار وحساب باليورو. دي الحسابات الموجولة عندنا حاليا واي شخص بيسجل حساب جديد او بيعمل حساب جديد على بريفكت ماني بيكون عنده الحسابات الافتراضية. هنحتاج ان احنا نضيف حساب جديد وهو حساب خاص بعملة البيتكوين. هنسجل دخول الى حسابنا بعد كده هنروح لخانة حسابتي هنضع على اضف حساب. بعد كده هننزل الى خانة البيتكوين. هنا عندنا عملة البيتكوين ندعنا نفتح حساب بالبيتكوين على Bank Perfect Money ونستخدمه في استقبال الاموال هنضع على انشاء محفظة بيتكوين جديدة بعد كده هنعلم على الخياضة اؤكد وهنضع على اضف محفظة بكده نكون انتهينا من انشاء محفظة على البيتكوين لردانها لحسابنا مرة ثانية هنلاحظ ان احنا بقى عندنا حساب بيتكوين نقدر ان احنا نستخدمه في تحويل او شحن حسابنا على Bank Perfect Money دلوقتي هنبدأ عملية شحن حسبنا على بانك بيرفكت ماني. هنروح من خيار ادخال او حسب لغة الحسابة عندك. هنختار ايداع طبعا احنا كنا كنا اتكلمنا عن طرور اليداع للمتوفرة دي. وقلنا ان اسهل طريقة والليها تكلفة هي اليداع عبر البيتكوين. بعد كده هنضغط على انشاء ايداع جديد. هنا هنبدأ عملية اليداع. اه حاجة مهمة جدا ان الحد الادنى لليداع هو الجزء ده من عملة البيتكوين. الجزء الليها قيمته تقريبا حاليا من خمسين الى خمسة وخمسين دولار. فهذا الحد الادنى اللي احنا نقدر نشحن بين حسبنا. وده برضو في الغالب يكون الحد الادنى لشراء من معظم منصات تلاول العمدات الرقمية. هنا هنحدد الحساب اللي احنا عايزين نضيف للبيتكوين او المبلغ اللي احنا هنعمله ايداع. طبعا هنختار حساب البيتكوين اللي احنا انشأناه. بعد كنا نكتب المبلغ اللي احنا عايزين نشحنه بالبيتكوين مش بالدولار. نقدر احنا نتمل على اي بتحولنا من البيتكوين الى دولار اي موقع تستخدمه عشان نحاول لنا تشوف احنا عايزين نشحن كام اه دولار هو حاولنا الى بيتكوين. مسلا لو قلنا احنا عايزين نشحن ميت اه دولار بيتكوين. هي عرفنا ان دي الكمية اللي احنا عايزين نشحنها من البيتكوين. هنعمل نسخ للقيمة دي. بعد كنا هنروح لبريفكت ماني ونعمل لصق للقيمة دي. زي ما احنا شايفين مفيش رسوم على الايداع بالبيتكوين في بيرفكت موني. ودي من حاجة المواجهة واللي خلتني اشرح طريقة آآ شاحن حسابنا على بيرفكت موني باستخدام البيتكوين. يبقى كده انتهينا خلاص عددنا ان القيمة دي اللي هنشحنها في حسابنا على بيرفكت موني. هنضغط على استعراض. بعد كده البنك بيأكل لنا كل التفاصيل الخاصة بالمعاملة. ولازم نخلل بالنا من حاجة مهمة جدا ان احنا عندنا اربعة وعشرين ساعة فقط عشان نحول المبلغ البيتكوين. وقت ما ضغطنا على confirm هيكون عندنا اربعة وعشرين ساعة عشان نحول المبلغ. وهي حاجة تانية ان البنك بيأكل علينا ان المبلغ يكون يعني بالزبط هو نفس المبلغ اللي احنا اختارنا اضافته. لو كان المبلغ البيتكوين اعلى او قل ممكن يكون في مشكلة في حسابنا ونحتاج ان احنا تواصل مع دعم العملها. عشان كده حاجة من وجهة ان احنا نضغط نفس الكمية دي الى حسابنا على perfect money. وقت ما ضغطنا على confirm. بكرة نكون انتهينا من جزء الى دلوقتي هنضغط على confirm. بكرة نكون انشأنا طلب ايداع بتكوين على حسابنا على perfect money. هنضغط دلوقتي على استمر في الطلب. هنتصل لما يتم توليد لعنوان البيتكوين اللي احنا مفهوض نحول عليه الكمية اللي احنا عايزين نعمل لها ايداع. زي ما احنا شايفين تام توليد عنوان محفظ البيتكوين الي احنا المفہود نبعت عليها او نعمل عليها اليداع فالبداية حابب هشرح سريعا طريقة اتمام المعاملة بعد كاله هتكلم عن طريقة ازاي ان احنا لم يموت معنا باعدة رصيد كون ازاي ان احنا نقدر نشتري كون من detikoo بعد كاله هتكلم عن ازاي ان احنا نحول او نسحب الرصيد بعد من اشتريه ا Vermont retrograde رصيد للمناطع على حسابنا. انا دلوقتي فتح محفظة البلوكتشين خاصة بها وهي مجولة عليها بالفعل الرصيد بيتكوين. هستخدمه في اتمام المعاملة. هروح لنسخ للمحفظة او عنوان المحفظة اللي انا عايز ابعت لها الرصيد. بعد كده هننسخ نفس الكمية اللي احنا عايزين نحولها من البيتكوين. هليكتبها في الخانة الخاصة بالبيتكوين. تمام? كده عندنا ده المبلغ بالكامل مية واحد دولار. الرسوم عندنا نص دولار. يبقى انا عندي كده يعتبر كل اللي هدفعه او التكليف اضافي لنا هدفعها اه اللي هي اتنين وستين سنت. ممكن اخلي اغير ان تورك فيه اخليها المعاملة تتم بشكل اسرع. لكن او المعاملة الاعادية او سرعة المعاملة التأليدية هتكون كافية عشان ما تفعش رسوم اضافية. ده اه كانت الوسيلة الاولى اللي احنا نقدر نستخدمها لشاحن حسابنا على بيرفكت ماضي. هضغط دلوقتي على كونتينيو. زي ما احنا شايفين هنا بيوريني التفاصيل النهائية للمعاملة. هضغط على سينة بيتكوين. هكتب الخاص بيا. بعدك هضغط على وزي ما احنا شايفين تم تحوي الاموال من المحفظة بتاعتي. الى المحفظة الخاصة ب بيرفكت ماني. هنتظر دلوقتي و هنشوف لما الرصيد ان شاء الله يظهر في حسابي على بيرفكت ماني. دلوقتي هنتعرف على طريقة شراء بيتكوين من الانترنت لو بالفعل مش بنمتلك بيتكوين. وزي ما احنا نحول الرصيد ده بعد ما نشتريه الى حسابنا على بنك بيرفكت ماني. زي ما احنا شايفين نسخنا كمية البيتكوين اللي تساوي المبلغ اللي احنا عايزين نشحنه في حسابنا على بيرفكت ماني. بعد كده هنضيف حاجة تانية هنضيف الرسوم السحب من الموقع اللي احنا نشتري منه بيتكوين. طبعا اه الموقع اللي احنا نشتري منه بيتكوين ده. عشان نحنا هنشتري منه بعد كده هنعمله سحب او ارسال الى محفظة البيتكوين الخاص بنا على فهنعمل نسخه لرسوم السحب دي رسوم السحب من الموقع وهنضفه هنا يبقى ده المبلغ اللي لحنا مفتو downloading انا عايزيني مشحنه في ودا رسوم السحب من موقع اللي احنا نشتري منه البيتكوين. يبقى الناتج هيكون التالي. زي ما احنا شايفين ده هيكون الناتج مجموع المبلغ اللي احنا عايزين نشحنه في اه بحسابنا على ورسوم السحب من موقع اللي احنا نشتري منه البيتكوين. يبقى ده المبلغ الكلي اللي احنا المفروض نشتريه من الموقع. بعدك هنبدأ عملية شراء من موقع سي اي اكس. لو دي اول مرة تعمل فيها مع الموقع هدخل الى رابط التسجيل موجود في وصف الفيديو. تسجل حساب عادي جدا. تقدر انك تشحل حسابك في الموقع باستخدام او انك تشتري رسالة باستخدام الفيزا او. لو حابب انك طرف اكتر على الموقع وطريقة انشاء حساب والتسجيل في الموقع وطريقة الشراء والسحب تقدر تشوف رابط الفيديو المفصل اللي عملته على موقع من رابط الهزار قدامنا دلوقتي. لو حابب انك تكمل معنا الفيديو هتدخل تسجل حساب عادي جدا بعدك هتروح لخانة هنا هتختار عملة البيتكوين. بعدك هنكتب الجزء من البيتكوين اللي احنا عايزين نشتريه. قلنا اللي هو الجزء الاجمالي اللي هو ده. هنروح للقسم ده من الموقع. ونكتب هنا الرسيل اللي احنا عايزين نشتريه. كلا عرفنا الكمية من البيتكوين اللي احنا نشتريها. دلوقتي يفاضل ان احنا نعمل عملة الشراء. هنضط على زي ما احنا شافين دي تفاصيل العملية النهائية. متحدد لانك تدفع بابطاقة انا عندي اطباطة تمانية بالفعل باشتري بها من موقع. لو دي اول المرة انك تتعامل فيها مع موقع. ضغط على بعدك هتبدأ تضيف معلومات الفيزا او مستخدر انت بتستخدمها. بتكتب هنا او رقم مطاقة بكم من ستة شرقم. بتكتب هنا تاريخ الانتهاء. بعدك هتعلم على مربع ذات. ضغط على ويتكمل عملية الدفع. انا عشان عندي بالفعل بطاقة باستخدمها في الدفع على الموقع. اوضر ان انا استخدمها دلوقتي في الدفع مقابل شراكي من البيتكوين. وزي ما احنا شافين بيكون في ثلاثة في المية على الايداع من الموقع. لما تضيف الكريد كارد اللي انت تدفع بيها بتكتب هنا ارقام ستي في في او ستي في سي. دي اطلاط ارقام يكون موجودين في خلف البطاقة. بعدك هتعلم على مفعل الشروط وي الاحكام. وبتضغط على باي ناو. لو احبب انك تشتري من الموقع لا تقدر تشتري ما فيش مشكلة. ممكن برضو تشتري من موقع بلونيكس الاتنين مواقع موثوق فيها. وتقدر انك تتعامل معهم بكل سهولة. المواقع الثالث اللي انا رحبا اتكلم عليه هو موقع الموقع اللي احنا شرقناه قبل كده. ولا في حالة انت كنت مش عاية تستخدم وثيقة لاثبات الهوية بتاعتك. موقع وموقع فالغلب لما تشتري بي بطاقة فيزا او ماستر كارد هيطلبه منك ايه وثيقة الاثبات الهوية بتاعتك عشان نتاكده ان صاحب الفيزا هو اللي بالفعل بعمل عملية الشراء وان دي مش عملية احتيال او شخص بيستخدم فيزا مسروئة وبيشتري بها من الموقع. فالموقعين دول في الغالب هيطلبه منك ان تقدم وثيقة لاثبات الهوية. ولها انا بنصح انك تستخدم واحد من الموقع دي لشراء هيكون افضل من انك تشتري من موقع لوكال بيتكوينز. لانه بيكون اصدع في تحويلات وياصدع في عاملات الشراء ومشاكله اقلب كتير من كل الموقع التانية. في حالة لو انت عايز تشتري من موقع مش بيطلب منك هوية تدفع باستخدام اه وسائل دفع محلية عندنا مسلا في مصر تقدر تدفع كاش او تصالات كاش او تقدر تدفع حتى بفوري تقدر تستخدم وسائل دفع المحلية في مصر او في الدولة العربية اللي انت مقيم فيها غالبا بتحدد من هنا الدولة بتاعتك مسلا لو قلنا اه الجزائر مسلا تقدر هتشوف هنا اه تضغط على سيرش هتشوف هنا باقعين بيقدموا وسائل دفع محلية مسلا لو قلنا السعولية ضغطنا على سيرش نلاحز هنا في اه باقعين كتير بيقدموا اه وسائل دفع محلية في السعودية وهكذا تقدر تشوف الدولة بتاعتك وتشوف الباقين المتوفرين آآ موجودين على الموقع واللي بيستقبلوا التحويلات محلية وموقفين مقابل يدفعوا ليك بعولة البيتكوين احنا كنا شرحنا الموقع ده بالتفصيل هتلاقوا رابط الفيديو ظهر قدامكم دلوقتي تقدروا تشوفوا الفيديو له وتشتروا البيتكوين باستخدامه بعد كده هيكون ناصدكم في الموقع ظهر في لا لو دخلنا لولد بتاعتنا على الموقع هنلعز لنا ان ده هيكون هنا موجود هنا رسيل بتكون موجودة على الولد بتاعك ودي بتكون لسوم السحب من الموقع ولو انت اشتريت بالطريقة دي هتبدأ انك تكتب هنا عنوان المحفظة الخاصة بك على هنروح نعمل نسخ لرابط المحفظة دي بعد كده هننجح على موقع هنكتب هنا عنوان البيتكوين بعد كده نكتب نفس الكمية اللي احنا مطلوب ان احنا نرسلها في المكان ده وبعد كده نلوضع على continue ونكمل عملية تحويل البيتكوين من محفظة بتاعتنا على موقع الوكين الى المحفظة الخاصة ببرفكت مالي في حالة ان انت اشتريت من موقع بتروح لخانة السحب بعد كده بتختار انت هتسحب عملة البيتكوين طبعا بتكون انت اشتريت عملة البيتكوين بتكتب هنا الكمية اللي انت عايز تسحبها لحسابك على بنكتب هنا نفس الكمية روح نكتب هنا نفس الكمية بعد كده في المربع ده بنكتب الجزء الخاص بعنوان البيتكوين عنوان المحفظة الخاصة بنا على موقع بريفكت ماني او على حسابنا على البنك بريفكت ماني كتبنا هنا عنوان المحفظة بعد كده بنعلم على الموافقة على شروطه الاحكام وبنضغط على سحب بكده نكون سحبنا نفس المبلغ والزبط اللي احنا عايزين نعمل له شحن في حسابنا على بريفكت ماني من منصد اخرى لو اشتريت من موقع هتنفذ نفس الخطوات هتروح لحسابك على تعمل نسخ لرابط المحفظة اللي احنا عايزين نسحب لها بعد كده نعمل نسخ لكمية البيتكوين وبعد كده بنكمل عملية السحب بكل سهولة بكده يكون تعرفنا على تلات طرق نقدر منخلالهم نحنا نشتني بيتكوين ونقدر نشحن البيتكوين نرسل البيتكوين ده الى المحفظة بتاعتنا على لو رجعنا الى معاملة الإيداع اللي احنا فتحناها على حساب البيتكوين على ماني هنلعزين ان بالفعل تم تحويل الاموال اللي احنا بعتناها من محفظة تاعتنا لكن لسه الرصيد ما ظهرش على حسابنا عشان لسه التأكيدات ما تميتش ان شاء الله ثور تلقي التلات تأكيدات الخاصة بالتحويل هيتزهر الرصيد البيتكوين على حسابنا على ماني هنتظر لما يتم التأكيد وان شاء الله نكمل مع بعض الفيديو بسم الله رحمه الرحمن كم رحمة شباب مع بعض الفيديو ان شاء الله زي ما احنا شايفين تم وصول التأكيدات المعاملة الخاصة اه بنا واصبحت المعاملة الحالة بتاعتها مكتملة وده المبلغ اللي عملنا باداع في حسابنا على لو جينا شفنا سعر المبلغ ده نتلاحظ ان هو ميت دولار تقريبا دي الكمية اللي احنا رجحنا في اداعها على حسابنا على وفي خلال من ساعتين وصل المبلغ الى حساب بتاعي واصبح مؤكد واصبح من متاح ان نستخدمه لو رجعنا الى حسابي الله هزينا زي ما احنا شايفين رسيد البيتكوين آآ تم اضافته الى حساب البيتكوين الخاص به على بأدين نكون نجحنا في اعمال ايداع على باستخدام البيتكوين دوليراتي حابل كلمة عن طريقة استخدام رسيد البيتكوين ده زي احنا عندما نستخدمه على بانك بيرفكت ماني هنروح من خيار رسال الاموال من القايمة الخاصة بحساب بتاعنا انه في حساب البتكوين عندنا اكثر من الطريقة ان نقدر نستخدم بها رسيد Zeiten الطريقة الاولى نحنا نحول لحساب بيرفكت ماني اخر عبر البيتكوين. ضغطنا على دفع مراحلة. هنا هنكتب كمية البيتكوين نحنا عايزين نرسلها. بعد كده هنكتب الى الحساب. الى الحساب نكتب هنا عنوان الخاص بحساب اللي احنا عايزين نحول له. لو رجعنا هنا هنلاحز ان بيكون حساب بشكله او رقم الحساب. بيبدأ بحرف البي اختصارا لبيتكوين. وبيكون هنا معرف مميز للحساب الخاص بالشخص اللي احنا عايزين نحول له الاموال. بنروح نكتب هنا كمية المعارف الخاص بحساب البيتكوين للشخص اللي احنا عايزين نحول له. هنا بنضيف وصف او مش بنضيف حاجة اختيارية. بعد كده نكمل التحويل بشكل عادي جدا الى الشخص اللي احنا عايزين نحول له. ممكن كمان احنا نحول البيتكوين ده يعني نتفز به في حسابنا على ونحوله لشخص اخر عبر تحويل يعني مثلا لو ضغطنا على سنتو هنلاحظ هنا اننا نقدر نحول كمية البيتكوين اللي في حسابنا على الى محفظة خارجية. بنكتب هنا عنوان المحفظة اللي احنا عايزين نحول لها. ومبلغ السحب اللي احنا عايزين نسحبه من رصدنا. وطبعا من الحاجات المبايزة جدا في السحب من بيرفكت ماني بسخصاني البتكوين ان انت بيكون في رسوم السحب قليلة جدا نص في المية من الكمية يعني مبلغ لك هاد لا يذكر من المعاملة بتاعتك. بعد كده ضغط على استعراض وبتعمل اتمام لعملية الارسال الاموال. بكلها تقدر انك ترسل رصيد لبيتكوين من حساب بيرفكت ماني الى محفظة خارجية. لكن الفيديو بتاعنا النهاردة حول ده شاحن حساب بيرفكت ماني باستخدام عملة البيتكوين. اتكلمنا فيه اه عن مميزة الشاحن عبر البيتكوين. اتكلمنا عن طريق تحويل البيتكوين من المحفظة بتاعتنا الى بنك بيرفكت ماني. كمان اتكلمنا اه عن طريقة شراء بيتكوين من الانترنت من ثلاث مواقع مختلفة. وشحن الرصيد ده الى حسابنا على بيرفكت ماني. اتمنى رب الفيديو يكون اعفزكم. لو اي حد عنده استفسار عن اي حاجة وردد في الفيديو سبيلكم من تأسفل الفيديو وان شاء الله قبعنا استفساره. ننسوش نعم ولا معمل شير لي الفيديو واشتراك في القناة بتاعتنا. ورابط كل المواقع والأذوات اللي احنا ستخدمناها في الفيديو هتكون موجودة ان شاء الله في الوصف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.